في شن آخر تراجعت سعر النفط الأربعاء من أعلى مستوياتها في سبع سنوات التي بلغتها في اليوم السابق مع تضاح الموجة الأولى من العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا هبط سعر خام برانت القياسي العالمي بتسعة وخمسين سنة بتراجع ستة عشر مئوية ليصل إلى ستة وتسعين فاصل خمسة وعشرين دولارا للبرميلة وانخفضت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بستة وسبعين سنة ما يعادل ثمانية عشر مئوية إلى واحد وتسعين دولارا للبرميلة